هاتو مين ده علي؟ علبة إذا باش أبقى أجر الشيقة دي ومدورة دعرهم خدرات خدوه علش عليت خيرها بغيرها فتح تطح ماري عبد اش تعمل حسة ومنظر وانت طالع اش في ناس كبيرة قاعدة؟ وانا مالي قوم ايه ايه تطالع الاكل حط الاكل وغور بنوش ونروح لهمك احلش يا صدح حودة تسلم اديك يا حموز يا حبيبي ربنا يخليك يا حبيبي متشكرين احلش كده يا صدح جريح حودة في ايه؟ ببراحة شوالها دعم هو يعني عيل غلص شوية بس برضو بيصعب علي صعب شغليك غالي يا بخليل ما كانش الواحد يشد على العيل في السن ده يا اطلع يا ملينا مصيبة الشد واحده في السن ده يا صدح حودة مينفعش لما العيل يكبر لازم كده يعني اتصحبه اذا كبر ابنك خويه خلينا في المهم عرفت حودة هتعمل ايه؟ يا خويه يا عما انا بتكلم على صلاح وانا بتكلم على صلاح طب هتخويه ازاي صلاح؟ شانا قلتلك يا باشا هدي اخرة المشورة العال وايه اللي حصل يعني؟ بلاغه وطلعه في شنك عادي بتحصل لا يا باشا العال دي بتشتغلنا وعمليني فرهدو فينا على الفاضي وزمان هم عادين بتحكوا علينا يا فاندم وهم عاملوا كده ليه بس؟ وتبطل بقى نظريت المؤامرة اللي واكلالة دماغك دي يا فاندم مؤامرة ايه بس؟ واسعاتك مش بتدايق من اللي حصل ده ولا ايه؟ لا بتدايق طبعا بس ده لا يمنع ان احنا نحط اللي حصل ده في حجمه الطبيعي وإيه بقى حجمه الطبيعي فندي؟ ده يقول بدا ربي بص يا سيباليد في أي بلد في الدنيا لما بتعمل نشرة عن واحد أربعان ولا حاجة في ناس كتير جدا بتقدم بلاغات البلاغات دي فيه بقمنها كتير جدا بيطلع قاوت مش حقيقي يعني لكن ده لا يمنع ان البلاغات اللي بتطلع قاوت دي ممكن توصلهم لحاجات ما كانوش عاملين حسابهم فيها اسمحلي بس يا باش انا مش فيهم حراك بالدفع عن العلد اللي ايه لأن العيال دول بمزاجنا أو غصبنا عننا هم اللي جايين والعيال دول هم اللي هيوصلونا لسليم الأنصاري النهاردة بقى بكرة بعد وبعد شهر مهم هم اللي هيوصلونا لسليم الأنصاري في الآخر يا فندم احنا جلنا بلاغات كتير وكلها طلعت أوانطة أوانطة؟ فيه زبط محترم بوش سمح زي ساعدتك كده يقول أوانطة يا باش انا مش قصدي ان انا باشا ايه بقى انت خليت فيها باشا ده احنا ولا تقننا بنلعب طاولة على القهوة يعني ايه حتى حقنا ان انا ندفع عن ابننا عايزين ياخدوه مننا لا ده مش بس كده فريدة كلمت كل صحابها اليوم علقة بالقناوات الفضائية وكلهم قالوا نفس الكلام وقالنا ولا انت ينفع نطلع على التلفزيون ولا حتى نعمل مداخلة تلفونية يا حيني عليك يا ابني مش كفاية عليك البهدالة والظلم ده حتى كمان مش هنعرفنا دفع عنهم ده مين ده اللي جايننا دلوقتي ده احنا من يوم اللي حصل محدش جالنا ولا زارنا مش عارف بقى يا نور ربنا يخطر بسعالي خير بسعالي خير بسعالي نور طب بسعالي خير يا طنت اهلا وسعالي الله بسعالي خيرتك شكرا بسعالي خيرتك بسعالي يعني يا عجبت ساعاتك مين باشا ايه اللي عجبتني يا رجل ده انا نفسي كنت بتديد يصدقك عارف يا حمادي وانا بكفرج عليك قلت خسارة الرجل ده فرقة الغلبية الرجل ده لازم ينضم للمعارضة لا يا باشا معارضة ايه بس ده انا من ساعة ما قلت تقلب به سياسة وانا يا غلبية خلاص الناس عرفتني بكده وهي ده مشكلة تنشأ انشأ اه يبقى اسمك النائب المنشق عن اغلبية اسمحي الوسار لا يا بيه انا مليش دعو بالكرام ده حكاية المنشق دي بقى اللي ما نشوف لها حد تاني ده حر انا عايز مصلحتك يا رجل ده انت عملت شهر لنهاردة معزير الداخلية ولا اجعصها معارض قبن عن جد وهو كله بفضل دعمك ليا طول الوقت بس اتعرح بقى يعني اصلي كلمة الحق دي ما تفرقش كتير من قبل البية او معارضة حمال سيبك من كلمة الحق والكلام ده مسخة لماتيل قاعد كن فاكرة ان انا نايم على وداني قراري الموضوع ده معايا من الاول خالص لطفة ام المجد وابنه مشكلتهم مع الزابط ووفك معاهم أنا بس اللي بكبر لطفة بالمجد ده أصله ابن حتتي وأخويا كلام ده كمان برح أنت لا ليك أخوات ولا وقت الجد يفرق معك أبوك نفسه أخوة الله بالله ليه كده بس يا باش يا بني عدم افهم هو اللي في الأخوة والصحبية والكلام ده يشتغل معنا الشغلانة دي أنت راجل سياسي بالفطرة ربنا لما خلقك حط فيك السر ده العلاقة ما بينك وما بين لطفة بالمجد ما تخصنيش في حاجة هو ما أقولك انت خباتك أنت تردها له مصالح ما خصنيش تخبي فلوسك جوه فلوسه يفرقش معايا ابنك يشارك ابنه في الكافيتريات ما ليش فيه أنا بس عايزة نبقك لحاجة يا حمادة عشان أنت الراجل بتاعي وتهمني خير يا باش حاجة إيه حمادة أنا مشيت معاك في الموضوع ده لأنك قال ليها مصلحة ومصلحة تتقضط وعايزك تتعلم تعمل نفس الحاجة وتبقى جاهز بقى وشتيني يعني مش فاهم برضو أبقى جاهز ليه بالظبط لطفة مولمجد يا حماد مش دايم لك ووزير الداخلية مش هينسان لك اللي أنت عملته معا النهاردة ومين عارف النهاردة ضحوا بالظبط بتاعهم يا عالم بكرة عامله إيه هو في حد قال ساعدتك علي أي حاجة أنا مش بحتاج حد يقولي حاجة يا حماد بص يا صاحبي إحنا في شغلانا ما فيش حد ما فيش بطحة على رأسه ما تتغشمش واتخليهم يتغطو لك على البطحة دي فهمتاني؟ ربنا أنت من معروف يا ابني والله أولاد الأصول بيبانوا في المواقف الصعبة فانت ما تقوليش كده تسليم ده زي أخويا كبير وبعدين ده كما سنى الأعلى كلنا هو معرف الأبني مركزي والجميل اللي هو عمله لي ده دين في رأبتي اليوم الدين ده كفاية أن هو فكر فيها في عز المشاكل اللي هو فيها دي وقرر يعرض نفسه للخطر عشان خطر يحلل لمشكلتي إن شاء الله تايش يا ابني والله يا حساب أنا من ساعد ما شفتك في النيابة قلبي تفتح لك وحسيت أني أنت زي ابني بالصبر ربنا نخليك يا طنتي أنا أسف طبعا أنا جايف معت زي ده وبدون ترتيب بس أنا كنت فرعا أنا عاوز أتطمن عليك وأشوف لو محتاجين أي حاجة أعملها لكم مستورة بالحمد لله يا ربنا إن شاء الله تسلم وتعيش إحنا بس مش ناقصنا غلاء إن ربنا سبحانه وتعالى يزيح عنينا الغمة دي بإذن الله تتزحن خلي سيقاتكم في الله كبيرة ربنا كبير يعني أنت شايف إن سليم بريء يا حسين بي؟ أنا مش مجرد شايف أنا متأكد معل فكرة أنا قلت الكلام ده الصراح بالتوخي بس ما عجبوش كلامي خالص غريبة أنت أول واحدة قبل يقول كده هانيس السلمة ربنا عارفه بالعقل محدش شافه وأنا عشرت أخوكي وشفتوا بيعمل الناس إزاي ولعملنا أنا شخصية إزاي محدش صدق إن الرجل من الناس ده يوم وليلا هتحاول يبقى تلقوتة لو مرتشي إن شاء الله تسلم يا مني يا فاندم سليم لو كان مفتري كان بان عليه ولو كان مرتشي وكان قدامه بدل المرة عشانه يعمل فلوس طب وش معنا ما فيش حد منكم بيقولي كلام ده غيرك والله يا فتكري إن محدش يوم يعرفه زي ما نعرفه أو ممكن يكون مفيش حد فيهم حق أني زيك ولا إيه يا فاندم الدنيا فيها وفيها بس أنا متأكد إن الحق هيظر وكل الظلم سليم هيندم فيهم الأيام أنا مش هعطالك أكتر من كده أنا عاوز أدل حريك رقم تليفوني عشان لو حتاكتوا أي حاجة في أي وقت تكلموني طبعا يامي تفضل يا رب الكلام خالص المرة اللي فاتت وتشد عليه من أسطر يا عزماتي جرى إيه أنا؟ أنا سدتك المرة اللي فاتت وقلت ده كلام صوتا لما يفوق أكلمه أرجع ليك بتيهر نفس الهاري مش حمادة تايسون اليهر أي هاري ويقوله أي كلام يا جاد عبدالغشوم يا أمام فروس إيه اللي عايزها من لطفة يا أبو المجن؟ وبعدونا الراجل مانه من الحوار أصلا الزبط هتغشم على الواد مات في إيده وقدنا اللي لبسه له بالقصول الكلام ده تروح دوله العائل صغير أنا حقق يا بقى في الليلة دي هيجيني هيجيني لا حسن واللي خلق الخلق أزععلك إنت واللي وراك زعل ما يشوفوش بني آدم قدامك ثلاث ياب لا قدامك يومين يا زنادي ويجيني نص مليون جنيه يا إلا والله على العظيم الثلاثة هطلع مصلحة دي ما عرفتي وإنت مش عارب هنجيب فلوس منهم بس يا تايسو آه يبقى أنتوا يابا مش نوين تدفعهم عموما إن أهل الزبط موبدين وأكيد مش هستخسروا في الواد مبلغ زي ده عشان يطلع من اللي هو فيه يا جدا أنت عبيد هتروح تشهد على نفسك إنك شاهد تزور طب دي جناية لا يا أسد لا يا عم الحلم هروح أقول لهم إنكوا أكبرتوني على الشهادة زي زي ما أكبرتوه وأديني تعلمتها منكم يا أسد والسلامة يا عم زنادي يا عمل حلده يعني إيه الكلام ده؟ أنتوا هتشتغلون يا أولاد الهرمان يا حج سمعني بقى بقى لا حج ما أنا سابت إيه؟ أنا قاعد على تالي فلوس أغرف وديكو أنا مالي بس عم الحج مالك إيه؟ مش أنت اللي ملبسته في المصيمة السودة دي ليه يا حج لموافظة؟ هو أنا لو كنت سايب العربية ساكران وخبطت البيت الغالبانة سويتها بالأسفلت؟ ولا سيبك من تليح النسوان ده؟ ابن غلط ما قلناش حاجة وبدفعلك عشان نلم الموضوع إنما ابن ثناء بقى والظابط وحواره ده ما يخصينش يا حبيبي ده شولك إنت ليه يا حج وأنا ابن ثناء كنت عرفه منين لو أغز عشان أزيه؟ مش كله عشانك وعشان ابنك وأنا اللي قلتلك قلتله؟ ولا أنا اللي قلتلك دخل معنا الديلر المعافن بتاعك ده؟ يا أخي منك لله بقى الوقت ده اللي كان بيخافي عد في الشارع طول ما أنا وقف فيه تيخليه تكرى علايا بالشكل ده؟ منك لله واحدا لاك ده بس عمل حاجة خلانا نعرف نفكر إحنا كلنا في مركب واحدة لا يا حبيبي لا يا حبيبي إحنا مش في مركب واحدة موضوع الصابت ده شهلتك إنت وشهادت تايسون كان عشان ينكس لأبتك إنت ما لخصينيش لأنا ولا ابني كلامي ده حاجة اللي انت سامع أخوي ولا كنت أعرف من إنه هيتمع بالشكل ده عمل حاجة أنا قلت إنه هيستكفى إنه تجيب من أخير الزابة إلى أرض وخلاص وتخلص قضيته على كده برضه ما يخصنيش طب الفلوس اللي هو عايز على حاجة اتفع له أخوة من جيبك أنا مالي إنت اللي شبكتوا معانا اتفع له منين بس الحاجة ده عايز نص مليون جنيه نص مليون إرد لما يتمطعته على جمالك إنتا وهو انت تقاتل منين صلى على النبي كده بس عمل حاجة وخلانا نعرف نفكر الوده لو قل عقله واتكلم كلنا نروح في ستين ده اتا بتهددني يا دولي والله ما الاصد يا عمل حاجة ولا بهددك ولا أي حاجة حشى لله بس الوده لو فتح بوقه واتكلم وقل عقله كلنا نروح في ستين ده لو مستقب بها يباق يعني أنا وإنتا وتامر وحمد بيو المتر ناشقت الروح في ستين ده اخري البيوتك اخري البيوتكو على بيت اليوم اللي انا شفتوكو فيه يا بني آدم افهم انت طالب مليون جنيه والجاموسة ده طالب نص مليون جنيه اجيب لكم منين ربنا اجعله عامر عمل حاج عامر ايه؟ عامر ايه؟ واللي ما يعرفش هو العدس وحتين اضمن منين انا ان الوقت ده بعد ما تدينه الفلوس اللي هو عايزها دي ما يلفش ويرجع يطل فلوس تاني في دي عندك حق احاج عمر قلت عد عليك وقولك اللي بيحصل اول بوله من هنا البكرة خلينا نقلمها في دماغنا ونتقبل انو انت وحمد بيهم متر نشقت ونشوف هنعمل ايه وبالمره لما واخذة كده تشوفي ارشين لحسا الارشين لدهم للمتر نشقت خلصوا ارشين؟ اوما زناتي اوما زناتي مك منين اقوم يالا اقوم طب دليس ان انا عمل حاج ده يا فتلمتك افضلت ساعتك وانا صلاح بيه من بعيد لبعيد كده من غير ما ااخد باله خالص لحد ما دخل بيته خدت بعض وجيت علينا على طول طب زي الفل يعني اعرفت بيته من بكرة بقى استلمه هو نزل من البيت تمام ساعتك معليش يا حودة انا عرف انه معطلك عن شغلك بس يعني كلهات ثلاثة اربعة ايام كده الدنيا توزبط انا خدامك اسلم بيه الا صحيح يا استحودة مفيش اخبار عن حسن الدبع بصراحة ابو خليل مفيش جديد بس انا عندي خبر الماز ليك بصراحة يعني انا التقصت في المنطقة عندك من بعيد لبعيد كده وعرفت يعني ان امراتك والولاد بسم الله ما شاء الله يعني زي الفل حتى اشرف خطيب اختك يعني كان انه اخد اجازة من الجيش ورجع بالسلامة الله يطمن قلبك يا استحودة الحمد لله انه اشرف خد اجازة عشان يبقى معاهم وبقوش له احدهم الواد ده اصله ابن حلال قوي وطيب والله يا استحودة واد راجل ماتلاش اقولتلك برضو انت هتروح تطمن عليهم بنفسك وتايسون اكبره ايه هو ده الموضوع اسلم بيه اقول لي انا عرفت ان تايسون واعمى الامين زناتي بقالهم كم يوم بس سعدتك يعني الامين زناتي بيروح لتيسون في الغرزة اللي بيحشش فيها ناس بقى من اللي قاعدين معاهم يعني سمعوا كده ان هم تخنقوا مع بعض تخنوا علي سعدتك محدش يعرف اصل الحكاية بس اللي انا قدر اقوله لك يعني ان تايسون بعد ما وصل الامين زناتي برا رجع قاعد مع نفس الناس دول وهلفط بالكلام وجاب سيرة الامين زناتي وسعدتك في الموضوع جاب سيرت انا اه سعدتك يعني بيقول زناتي مين دا اللي انا اعمل له حساب اذا كان الزابط اللي بيروح زناتي انا مسففه الطراب ومخليه كمل كمل ما تخافش مسففه الطراب يعني وملبسه طرحة وخليته اهرب زي العال في الحارة بصراحة اه 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 انا ملبسني طرحة حلو الكلام دا ايه الي حلو في الكلام دا اعنا اسلم ليه ايه الي حلو ان عال صيحه زي دا يشتم أنما في صادتك عشان ا امفوها بعدين طالهم اللي اتنين تخانقوا وبا في مدخل ندخلهم منه شمع صادتك بس دي تتعمل ازاي يعني مش غلش انت دماغك خليك انت اورة صلاح � parse ولم معرف هعمل ايه هقول لك بطا بزل بقى أجل لأي كلام في الشغل حد ما دي المكتب أيوه يا عم الديني فرصة بس أسلم على ولاد قبل ما يسافروا راي سلام مع السلام بقى بذنتك بشكلنا كده ما شجعكش أنت تسجي معنا والله كام نفسي حبيبتي بس عندي شونا كتير جدا أنتوا روحوا استمتاعوا بيومكم عادي جدا وأنا هحاول أخطف يوم وجيلكم مش يحصل طبعا هادي أول مرة إيه ده إيه ده إيه اللامضة دي إيه اللامضة دي على فاكرة ونفسناك ما كنتش في لامطك دي أنا كنت زي النسمة صح يا ست اللي هو قوله قوله إن كنت زي النسمة إيه و أنا صغير بس دي يا بابا ما أنت لست صغيرة هو وبعدين يا بابا يا حبيب قلبي إنت نسمة وإنت صغير وإنت كبير أوه شوك ربنا رداني بإيه بنت نصابة ووالد لمد دي مش جيناتنا لجيناتك ولا جيناتي دي جينات غادة آه ده كده قولت يا فاطن أخوة دي بالك من سيادة اللواء عادي أكتر وقت ممكن قدام الميا هم؟ أنا عارف أنك بتحب البحر من زمان من أهم الأفق ها؟ ها؟ عناية صراح بإيه مش عايز تمنيننا حاجة قبل ما نسافر حضر لا يلا عشان تلحظ تستمتعوا بيومكم وأنا هلحظ روح الشغل يحن جري يا جماعة ما تصلوا بينا على النابي انتوا هتخلوا الحدس عايز زادة يا أوقا عاببنا بالله قلوهموا الناب يا متر انت كمال لك عن تتكلم؟ مش ده جلبك يا موزي الأخص؟ قلوط في عنده حق يا متر موضوع كده هيبقوا من هنا ومش هنعرف دي نموه جري يا حبيب هو في حاجة في مصر متتلمش للمتسيدي العرفين بس برضو لازم نلم الموضوع بدري بدري قلت يا زيناتي اللي تشوف يا متر وانا من مبارح مش ساكت عم لا دور له على حال بعد ما دورت عملت يا برم محلول يا حاج بس لما اوظه هتصرف شوية لا انت بتحلم انا مش عصرف اكتر من كده ومين جاب سيرت اكتر من كده بس يا حاج انت مش تصرف ولا مليم زيادة انا لما اوظه متفع على مليون جنيه واصلني مئة ألف كملهم لنص والنص التاني لما اجيب لك الخبر اللي طم من قلبك ويعني هتعمل ايه اكتب اللي انت عملته سكة ابو زيب كلها مسالك يا باشا وانا عائل زي تايسون ده اعرف سكيته ازاي قولت يا حاجة ممكن لا اله الا الله تمام يا حودة واقف مراقبة صلاح التوخن عرفت اللي انا عايز اعرفه عرفت ايه يا باشا هو لسه الرجل قال حاجة ايه هيكا؟ ما قلتلك عرفت اللي انا عايز اعرفه خليني بقى في اللي بعده خير سعدتك انا فيه مشوار لازم اعمله ومشوار مش سهل احتاجكو فيه معاي ولا همك يا باشا احنا معاك في اي حاجة لقبت يا سليم بيه سلماظ سعدتك يعني المشوار ده فيه وادين الغرزة اللي بيقعد فيها حامدة تايسا فيه المكان يا هودة؟ دكاني التاني يا سعدتك اللي هناك دي التاني واحدة؟ اه واحنا هنعرفين انه هو جوا ده الباب بقفور مفيش حس ايه بسعدتك وولاسم انه يجي الواحد وبيعج مع نفسه يشرب مخطرة كده بصبت دماغه بعدين السبان بتقوب يجي واحد وراء التاني لحد ما يتجمعه يجي بقى نور بعد مصليه القرب الفجر ويفلعه نفسهم الباب انتب راجع نفسك يا ستحود احنا مش شارسين المصاهب بكسفه المصيبة اللي احنا جهزي عمي بس يا عم انت بقى بس عايزينينا حناخد منه كلمتين ومطيرة بلا ما تدوني تتلم علينا طيب يا باب انت يقل لي بخليك نتأكد ان انت لما تسجله يعني اعترفه كل حاجة لا كده اعترف ينهر زود وانا ينبسدتين نيلة ينهر زود اللي الله وانا ينهر يجعون بالوقت مات ملحنهوش عشان قطر دازم نقفل ده بحوال كل عوال يلا بسلنا حودة لا حول اللقاته إلا بالله بسلنا شعش عشان قطر بسلنا حودة العالة على مبيهي دلوقتي ممكن حد مرسو بهم دلوقتي لو فاتح ببقى رحكم السلناك انه اللي هبناله ببعر بسلنا مهش عشان خطري بقولك يا سلين باشا عشان خطري بسلنا حودة تقنمش بالمجرة دلوقتي بباشا بهمني بقس حد مرسو بهم ممكن حاسب يا سلين اشتركوا في القناة 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 سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة